يا اعلم بحضراتكم مرة اخرى شرفنا من اواني الحديث عن مواجهة اليوم المواجهة الكبيرة بين الزمالك والبيرامدز المواجهة اللي فاز بيها الزمالك بالسلسية نظيفة على البرامدز الكابتن الكبير كابتن وايل اباني نجمي نادي الزمالك ومنتخب مصر الاصبك الكابتن وايل كالعظم شرفه من نور حبيبي اكيه مربنا خليك بابا سعيد بوجود معاك انا اسعد الله يا حبارك ايه خليك الحمد لله زي رايك في المباراة ان في مباراة صعبة بتحس النادي الزمالك قدها لعبة النادي الزمالك قدها سواء جهاز او لعيبة بنشوف ده جوه الملعب شفنا النهاردة تاكتك عالي جدا شفنا توفيق لنادي الزمالك عشان بس الناس بعرفها الرجل اشتغل بشكل ايجابي كبير جدا عارف امكانيات لعبته ايه ودي مهمة جدا ان يبقى معاك جهاز فني عارف امكانيات لعبتك كويس صح وعارف امكانيات الخصم كويس صح وتقدر تتعامل معا صح اللي عايز تعلم تاكتك النهاردة كان يتفرج عالماتش عالفريلو سوا بقى مدربين لعيبة اي حاجة انت بتلعب النهاردة زون ديفينس مش اي زون ديفينس خد بالك ايوة شفت انت اليد بص الناس بترد ازاي تقفل عالكوس ازاي يقولك دفعه ستة سفر مش هتخش مش هتخش الا بصعوبة جدا صح ولولا كورة اليد طبعا انت عارف فيها طير وحاجات ومفيش اعتراض وكلام من ده فمع الفارق طبعا وقفة صح تمام يقفل مساحات صح شغال بشكل منظم ككتلة واحدة صحيح ده اللي احنا بنشوفه في الدورات الاوروبية مهم فازاي ما قلت لك اللي عايز تعلم تاكتك تفرج عالفريلو كان يتفرج النهاردة عالفريلو تاكتك خد بالك ممكن الناس تقول لك نادي الزمالك ما قداش بالشكل المطلوب لانه ما عملش جيد مفتوح وما استحوزش بشكل كبير لكن ده ما يفرقش معاه انا رجل بلعب على بطولة عارف اكسب ازاي فاكسبت واخد بالك ومش كسبت واحد انا كسبت تلاتة عارف بطلع بالكرة ازاي عارف الناس بتطلع ازاي عارف لما نقطع بننتشر ازاي ودي نقطة مهمة جدا هرجع اقول لك تاني ما كانتش بتحصل في نهاية الزمالك قبل كده في ناس كانت بتكسل ترجع في ناس ما كانتش بتقف صح في ناس كانت بتسرح في ناس كانت مكبرة مخة في ناس لما كنا نقطع الكرة ما كانش يبقى فيه انتشار كويس صحيح كل ده حصل النهاردة طيب زعلش مني المدرب ده هو اللي يستاهل الفلوس في اليد طبعا راجل طبعا هو اللي يستاهل الفلوس بص اه طبعا نهاردة لما تيجي تقول انا جاي بمدرب اجنبي وهديله فلوس هو ده مش اجنبي وخلاص ليه بقى وده المفروض وبرضه ممكن الناس تزعل مني مدربي المصريين اتعلم من الراجل ده طب اتعلم منه ايه بقى عدم الشكوى خد بالك عمره ما قالك انا عندي مركز ناقص عمره ما قالك انا عندي مشكلة في اللعيبة اه امره ما قالك عدم كده امره بقى اشتغل وعمل فرقة ده حتى اللي بيقولها التصريح المشهور عند كل المدربين اللي في مصر والاجانب واللي مش اجانب واللي بيجو الزمالك واللي بيجو الآله بكل حتى التحكيم هو لو مره بالعكس ده تلع عشاب الحكام المصريين ده تلع عشايد كمان مرد حكام مدي خمستاشر دقيقة في الشوتين اه وانا سعيد ان ادي خمستاشر دقيقة تخيال بقى ام رغم النزمال الكاسبان ام لان ده اللي المفروض يحصل كل ماتش لان فيه لعيبة كتير او مصرية ام بدعوات كتير او صح والحكام بتكبر دمخي صح فحرام برضو احنا حافظين الحكام المصريين عندنا حافظين هي ديئة يقولك ايه يا عمه لسه شوت اه عارف لأ انا ليه حق اخده صح عايز تقع في الملعب اقع عايز تتعالج صح اتعالج بس الديني حقك صح ماقولكش انا كحكم طب ماشي نزل عليك بس الوقت يقولك يا بص اهم حاجة في اللي حكم يقولك وقتك معايا لقوا بيشاور يقوله هدي تلاتة هدي خمسة وقتك معايا طب يديني وقتي ما يدينيش وقتي صح النهاردة الحكم يديك حق التالت ومتلت معزبوط خد بالك تلاتة صفر لو حكم مصري هيقولك ايه يا عمه تلاتة صفر الدنيا خلصان يقول لي خلينا هدي تمن دقايق انا هدي تلات دقايق ملمطش خلص لا الحكم ملوش دعو الحكم طبق قانون ايوه فالنهاردة لما نيجي نتكلم عالمدربين لا اتعال ما فيه مش عيب انت انا قلت في اول حلقة اتحاد الكورة نفسه انا كنت جاي انا قلت كده انا قلت اتحاد الكورة نفسه انت عندك في مصر اهو مدرب اجنبي لو صحيح تعالي ادي كورسات للمدربين مش عيب ما انت معاك خبرة اجنبية كبيرة راجل خبرات راجل 76 سنة خبرات مش طبعية ما نستفيد منهم كلنا كمصريين استفادة كاملة واخد بالك مش صدف الناس ما تقولش صدف صدفة دي ما تشين تلاتة مع فرقة متوسطة قعدنا هنا قبل كده وقلنا ايه مستنيين اربع ماتشات صعبين صح عدى الاربع ماتشات الصعبين اتعندك بكل فرق اهلي هتكتك معين صح ساعات ممكن يضغط من قدام ساعات ممكن يقفل في نص ملعبه تمام كل مباراة وليها واخد بالك عارف امتى يدافع وامتى يهاجي ولما بيجيب جون دايما بيغار التاكتك بتاعه صح صح مش اللي هو يجيب جون ايه وقول لك اطمع حتى اللعيبة انا قلت لك قبل كده شخصيته قوي عمل انتزام عمل حالة حتى اللعيبة لما بيجيب جون الزمالك ممكن ايه واحد يقول لك لا انا هطمع في التاني وافتح الجين بسرعة لا بص مسكين نفسهم تقف انا اقول حاجة وانت معايا فرصة وشانا كنا مع بعضها بكده كتير انا قلت الكلام ده انا قلته وكل جميعين نادي الزمالك قلوه ومحللين نادي الزمالك قلوه حمزة المسلوسي لا يصلح للعب للزمالك الراجل جيه حول حمزة المسلوسي النهاردة حمزة المسلوسي واحد من النجوم المباراة دفاعيا بص تخيل قصة المركز بص بغض النظر انت قلت ولا ما قلتش لا انا قلت ان حمزة المسلوسي دفاعيا بس وده مش هو نادي الزمالك عشان بقى صريح برضو معك بس لجاء هو بقى سنتر باك معلش 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 لا بالعكس ده على كلامك هو استفاد منه زي حتى ما أنا بص شوف انت بتقولي ممكن اجا أقولك انا كمان فلسا أقولك لا أنا أقول انت حاز مثل مارسلوسي ده لعيب كويس وبتاع دفاعية دايما كنت أقول ايه دفاعية فكان لي أوقات في الحتة الدفاعية لكن هجوميا معلش لا مش وده ممكن يا كابتن والد يكون السبب اللي خليها تليت في الدفاع لا ما أنا أقولك بقى حمزة المسلوسي بطريقة صحيحة صح اللي عارف امكانياته جيدا قال لك ايه ته سيدي مش مطلوب منك غير انك تدافع تمام وترحل وتقفل الناحية العكسية ويسيب نمار يشتغل ويسيب زيزو يشتغل وانتظر في الحتة دي ان انا لما ييجي عليها هجمة مرتدة فالناس تعمل ايه يظهر ايه بطل لكن لو بتلعب لعب وجم مفتوح وحمزة المسلوسي ده رايح جاي مش هتلاقيه طيب الناس صغلق اه انا بقول لانا قلت ودي ميزة المدرب ودي ميزة المدرب انك تعرف امكانيات واي يعني مثلا انوالقباني ده لعب حريف وبيعرف يبني اللعب كويس ومدافع هادي ومدافع مش عارف ايه ده مش معناه ان انا اخليه مهاجم سمام هو خلاص هو امكانياته ان يعرف يطلع الكرة من الدفاع بشكل كويس وانيالها زي ما كانت مهراتك مزبوط فده مدرب عارف امكانياتك واشتغل عليها مزبوط في مدرب تاني يقول لك لا ده مهاجم حريف بقى ما خليه بليميكر ويختفي وقالوا يطلع وحش في الاخر صح عشان كده قلتلك ايه لما قلتلك الناس تتعلم تتعلم من الرجل اللي شغال على امكانيات لعبته الرجل اللي ما بيشتكيش من الرجل اللي يقول لك لا ده احتياطي ده ما كانش بيلعب ده بقاله فترة طويلة لأنا معنديش كان عندي عدم قيد لا 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 جي اشتغل على القماشة اللي معان احنا هنا في مصر يحصل ايه المدرب يجي انا عايز فلان وفلان 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 بقول لك ايه يخصى يقول لك لا ما انا طلبت لا وانا عامل ايه اسمع بس اه انا طلبت لعيبة وما جاتش اشتغلش انت مش عارف تطور ما تشتغلش اما انت درك ايه انت كمدرب درك ايه درك تعليل اللعيب ده وتطور وتعرف امكانياته وتشتغل على قد امكانياته ولا تكتب ورا فيها التشكيل ولا انت درك صح تحط تشكيل وتقعد والناس تلعب لوحدها تكسب دوري انت فهمني اه زي الناد لالي في عصر الزهب زي الناد زمالك برضو في عصر الزهب كان ايه لا يعني انت بتتكلم على جيل كان بيكسب لوحده ما قللتش من المداربين انا ياسف مش قللت لا انا مش بقلل في ديه اه بس عنده لأ بس انت النهاردة لما يبقى عندك قماشة عالية قوي وتكسب انت مدارب كويس ما قلتش حاجة انت فهم بس انت عندك قماشة عالية قوي حلو فدورك انت رخياتي القماشة عالية حلو لا ايالا قماشة عالية لا انا بتكلم على الجيل الزهب بتعناد لالي وبتعناد زمالك انا ممكن اديك مسال في الاهل انا اديك مسال في الاهل قول الاهل مانون الجزيجي كسب بلاعبين في 2001 يعني كان فيهم بعض اللاعبين اللي مش كبار يعني لو تفتكري الجيل عشان ما نقولش اسماء كسب الدوري وبعا كيها جيه اتنين مدربين خدوا الارض اه 2001 2001 ما خدش دور دوري عبطال افراكيا خد دوري عبطال افراكيا 2001 جيبي عالي كيها اتنين مدربين ونزلوا بالاهل لتحته خالص ما هو ده مدرب ما قللتش منه يا كريم بقول لسه بقول لك بس انا بقولك في مدرب بيجي لأي ناس جاهزة حتى لو هو كويس في مدرب بيجي لأ قماشة مش جاهزة فيقول لك لأ انا خسرت بسبب القماشة دي بسبب اللاعبة دي انا كنت عايز عندي 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 نواقس كذا وكذا وكذا انا محتاج اللاعب كذا وكذا اما انا هخسر تمام ودي بتحصل كتير وانت عارف والشكوى حتى في المؤتمر الصحفي حتى في اي لقاء يقول لك انا عندي اربع خمس اصابات انا عندي مش عارف ايه النهاردة حتى في المباراة الوينش من العناصر الاساسية والمهمة جدا خرج ما حسيتش تمام وخرج ورغم ذلك ما تحسش ان فيه اختناف اقول لك مفاجأة انا اعتقد ده حالي وحال ناس كتير وحالنا نفرج على المباراة ما خدناش بالنا انش ان هو خرج اصلا عفوا الوينش خرج بعد شوية بتناه ناخد بالنا ان الوينش خرج انو انت ما حسيتش بتأثير في الدفاع لا ليه بقى لانه هو معوض الحتة دي بايه بالكتلة الدفاعية اللي هو عملها صح فما بيوصلش اصلا للنين المساكين بشكل كبير تمام فخلاص النهاردة برامدز استحواز 80% ماشي بس ايه هو كل شوية عايزك تعمل تنقل الكرة التاحت شكرا انا نجحت صح كل ما تنقل الكرة التاحت ما تلاقيش بالك فيه ناس لما بتيجي تعمل تكتل دفاعي تبقى سرحانة وبتعرفش تعمله انت فهم لا انت النهاردة نادي الزمالك متمرن عليها بيعرف يقفل كويس قوي نادي الزمالك دلوقتي لو طلعس حتى بعيد عن البلوك الدفاعي ده هو بيعمل ايه بيحصر كل فرقة بيلعبها بالذات في الأطراف الناس اللي تركز النهاردة ناس زمالك يعمل ايه يخلي الكرة تطلع برة وبعدين يخلي الكسافة العددية كبيرة تمام بتاعته يقطع الكرة اول ما بيقطع الكرة خلاص هو عنده كسافة الحتة دي بيبدأ ينقل ويطلع بيها صح وبيعمل حاولات عظيمة ده برضو ما كانش بيحصل صح فانا بقول لك شغل الراجل باين يعني شغل مستر فريرة باين ده ما كانش ما تقدرش تقول لهم ده ما تكسب لوحدها لا انت شايف البصمة طبعا طبعا والالتزام اللعيم ايوه لازم برضو ندي حق اللعيم صح انت طول ما انت ملتزم ومركز وعايز وبتنفس تعليمات وتعليمات صح لا انت تكسب بس حتى الالتزام ده جاي من شخصية المدرب طبعا وثقة اللعبين في المدرب طبعا يعني ما تشوف واحد زي الشكبالة بالاسم الكبير والتاريخي ده لما يقضع الدكة دائما طبعا ويشارك لي فترات قليلة حتى في مرات الكاس ما شاركش اصلا ويققى مقتنع بالمدرب فده عشان المدرب بتديره الثقة ندية انه انت هتستخدمني في الوقت المناسب ومش عليها وبعدينش كبالة جاءت خلاص ندك بقى يعني راجل خبرات عالية ولعب كتير وعارف وانت فاهمني واخد بالك من نقطة المهمة ان راجل مد الثقة لأي لعيب فانت النهار ده هتخرج عن النظام هتوقض والدليل كل قالوله طريق حامد مش مشكلة اللعيب ايا كان يا كريم لو قعد هي ده ده سلاح انك انت تبقى في المرعب لو قعد حتى لو انت مين والرجل استغنى عنك وعنده شخصية قوية وقال لك لا لا انا مفرقش معايا ده وبعدين تلاقي كمان يديني ايه لا ماشية بيكسب تلاقي اللعيب ده يامل ايه بقى يبدأ لا انا لازم التزم ولازم اسمع الكلام ولازم مش عارف ايه فلازم نشتغل كده مفيش حاجة اسمعنا من غير اللعيب ده خلاص انا هقع ازاي اما انت انت جاب 25 لعيب عشان يبقى هم اتنين تلاتة لعيب اللي بيكسبوك صح تم انت النهاردة مع غياب بن شرق وطريق حامد والوينش وسعاد زيزو ونجم وكل ده وعدم القيد وما كانش عندك صف تاني ورغم ذلك اوجدت ده كله اشتغلت على ده كله وزا ما اتفقنا ايه انه اشتغل على امكانات اللعيبة بشكل كويس صحيح تمام واللعيبة في نفس الوقت اللما اخدت ثقة لا زادوا حتى اللعيبة اللي كانت قعدة برا زادت في الاداء تحس ان هم ايه لا لا ايه الفرقة دي برضو ارجع اقول لك ايه تاكتيكيا عشان الناس يقول لك ايه هو الزمالك لقى بكرة حلوة لا انا في وقت الزمالك عايز يكسب فايه اللي يكسبني العب بيه وايه الكرة الحلوة كابتن ويل لا الكرة الحلوة برضو ما مش اللي الكرة الحلوة دي لانا تعمل تاكتيك كويس هجوميا ودفاعيا وتعرف تسجل يعني ايه الكرة الحلوة دي اللي ايه بالنسبة لي نحنا المتعة اللي هي عايز ايه لا بقى انت مثلا ايه بتنقل بتستحوز كتير وفي نفس الوقت بتضعجون كتير وفي نفس الوقت بتكسب تلاتة مع بعض استحوز خلال فرص كتير حتى لو بتضيع تكسب صح هي دي الكرة الحلوة المتعة اللي انت شايف ايه جيم مفتوح هجمة هنا وهجمة هنا هجمة هنا وهجمة هنا على حسب بقى اللي بيركز ايه رايك في مهو عشوز اخد بالك انا عايز اقولك على حاجة كمان نادي الزمالك لو تفتكر كان بيروح يضع كتير ده النهار ده نادي الزمالك ايه اللي بتروح له مركز فيها صح يعني لو فيه اربع فرص هيجيب تلاتة او اتنين ده ما كانش بيحصل كان ممكن يبقى فيه ست فرص يا دوب بيجيب واحدة ده شغل برضو طبعا هو مركز ازاي طالع ومركز ازاي في الهجمة تتفنش كله بتتسيب الجزاء اللي فترة النهار دي صعبة جدا اه طبعا للدهال و طبعا آه نمار طبعا صعبة عشان زحمة الدفاع وانك تحولها زي بيشمالك تصرف سريع ورد الفعل ده مهم جدا مش سهلة عشان لا لا مش سهلة طبعا قلت شكبالة ده حكاية لوحدها لا شكبالة السيدي بتاعته هيبا وبص انت تحس ان ايه عارفين ان دي بتاعته وفتحوله كنت ريس هسألك السؤال معلش يا كبتبتبع طبعا كنت مدافع عارف قدامك شكبالة تمام بتبقى عارف انه شكبالة هيؤتم وهيشوتها والحارس نفسه هيبقى عارف انه هيحطها في البعيدة كمان جالبا مش هيحطها في القريبة هيحطها في البعيدة وكل مرة بتيجي انا بعض اسأل نفسي سؤال على فجأة كان بيتقال على الروبن في هولندا كده روبن لو تفتكر الروبن قال لي الروبن طبعا يعملها الف مرة وتيجي وتخش في كل مدافعين وحراس العالم طبعا ايه ده ليه بص انت الطبيعينا لو بيلعب عليها واحد اشول لازم اقفل ناحة الشمال ناحة رجل الشمال صح حتى لو عدى وبيمينه لسه هيقدل تاني او يلعب بالعرض صح لكن مجرد ان هو عنده مهارة عالية جدا في رجل الشمال لازم تقفل له الحتة دي بس هوت عنه التوقيت والتريبلينج والسرعة هو بيخطف اي مدافع يعني انا بقى بعض ركز طبعا ما دي امكانت مدافع ومدافع وانت النهاردة مش فيه محللين اداء ومحللين مش عارف ايه ايه مش محتاجة يا خبار ده ايه مش محتاجة لا وهو دلوقتي ما بيجي يقولك ايه خطورة شيكابالا ومن اي اتجاه والمنطقة بتاعته بيخش الجوه امتى او انت بتجيب لي محلل اداء عشان يعمل ايه لأ اوانا سيديك سؤال فانت النهاردة بتشرح دال مين او انت محتاج تشرح لحد في مصر مش محتاج يعني انت محتاج محلل اداء عشان يشرح لك مش محتاج انا عايفة شكرا يعمل كده مش محتاج صحيح النهاردة يعني انا حتى الجوني التاني بتاعنات زمالي حسين السيد برضو باع نفسه بطريقة غريبة يعني فاهمني نا سايد نمار طيب لما باع نفسه التلاتة اللي واقفين اصلا ها اللي مع سيفي الدين الجزيرة عملوا ايه ولا حقيقة هم برضو وقفوا عشطة هم كمان فراجل لم وحط بسرعة خلاص الراجل لعبا مرة واحدة صح ففي حاجات برضو انت النهاردة اللعيب مش بدني بس ولا كوة بس اللعيب دماغ مفكر لما بيفكرش ملعبش النهاردة اللعيب اللي معندوش شخصية وعندوش رؤية تمام ما بيبقاش لعيب ممتاز يبقى لعيب عادي صح زي ما بقولك ايه اللعيب كلها شبه بعضها اللي بيفرق بين لعيب كويس قوي ممتاز وعلى اللعيب العادية ان هو يبقى عنده شخصية ورؤية كويسة قوي انت برك فيما معشور لا ده اتطور كتير صح طبعا طبعا مع فريرة اتطور كتير جدا اتطور من اداؤه ما معشور دلوقتي كمان مش بيلعب دفندر بس خط بالك ده بقى يزيد وجنيح كمان ما لسه هقولك بياخد اماكن معينة بس هو برضو مديله الحرية ومدي الامام بناس بتأمنه النهاردة يعني هو حط محمد عبغاني ليه معشان الحتة دي صح انت فاهمني فدي نقطة مهمة جدا انت النهاردة وانا طالع هاجم كدفندر بقى الآن صح لو ما فيش حد بيغطيني لا والنهاردة اكيد دي تعليمات رجل بيديك حرية لانك انت لو روحت عالشمال بتخش الجوه برضو بتشوت بشكل كويس قوي فيقول لك ايه خد الحرية وفي ناس بتأمنك صح الارتداد كويس قوي صحيح الحاجة المهمة ان مستر فريرا احترم فرقة بيرامدز كويس قوي ودي نقطة مهمة صح لان فرقة بيرامدز لا فرقة كبيرة خلينا معترفين سيبك من نتيجة لا لا على المستوى التشكيلة فهي فرقة كبيرة ولو لا نادي الزمالك تعامل معه صح لا كانت الدنيا وخد بالك مش محظوظ في ريت بيرامدز النهاردة مش محظوظة خلينا صرحة النهاردة جوم في اول دقيقة او ضرب الجزاء في اول 27 ثانية تمام فرصتين لبرامدز بعد الجوم خد بالك واحدة في العرضة واحدة شالها عواد يعني تحسب جدا عواد يعني سبب من اسباب انه خلي الجيم ماشي كده لان الكرة دي لو جاء جوم برضو كانت الدنيا تختلف واحد واحد هترجع للمباراة الدنيا تهدى مش هتستعجل خد بالك نادي الزمالك ما كانش هيقفل قوي لانه برضو كان عايز يكسب فهمني فكانت الدنيا تختلف طبعا فالنهاردة دي كلها نقط مهمة جدا فرد بيرامدز فرد كبيرة فاحترمتها بشكل وكاس تالنهاردة حتى لما بيجي كورنان على نادي الزمالك انت عارف كم واحد بيبقى في الثمانتاشر عشر مهم ده دليل ايه لا احترام مهم كرة تطلع الاول وبعدين اطلع وراها صحيح قبل كده ما كانش نازل زمانك بقى في الثمانتاشر جوه التمنتاشر جوه حتى ما فيش حد على الكوس مهم بتاع الثمانتاشر لا اول واحد قريب من الخط صحيح لكن العشرة جوه مهم ودي تفرق ناردة انا كسبان عليها كورنان ايه المشكلة ان انا انزل بالعشرة تمام اطلع الكورة صحيح واطمن ان هي طلعت وبعدين اطلع وراها صحيح بس عارف باطلع ازاي صحيح يعني حتى لما كان نازل زمانك بيقطع الكورة حتى في نص الملعب في التلت بتاعه كان بينتاشر بشكل كويس او ودي كلها ايجابيات تتحسب طبعا الجهاز ولعيبة وإدارة برضو لان إدارة قدت كل الصلاحيات للجهاز الفني كان قبل كده في تدخل في الحاجات الفنية والناس كلها كانت عارفة النهاردة لأ إدارة بعيدة جدا عن الفنيات مدية كل الصلاحيات لمستطر زمانك الزمانك عرب من الفوز بالدولي بنسبة كم في المية 80% 80% ومين عنده فرصة أقبل لمنافسة الزمانك الأهلي ولا كده الأهلي لأنه خد بالك انت النهاردة الزمانك فرق عم برمت السبعة بنت تمام لكن الأهلي لو كسب مؤجلاته هيبقى فرق خمسة بنت يعني الأعرب هيبقى الأهل هم أنا أتكلمك طبعا عن مستوى الأداء والخطأ يعني أنت شايف لا أنا بتكلم على حسب النقاط نقاط آه بعدين انت النهاردة برضو مع احترامي النادي لأيلي حتى لو مش في حالته فبرضو ده نادي كبير طبعا ما فيش حاجة اسمها مش في حالته فأنت ما تعملش حساب ولا لا 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 إحنا كده بنقوله أي كلام صح والنادي لازم يتمسك بفرصيته وبرامنزي كمان لازم يتنسي بالفرصيته حتى لو ببرامنزي الفرق سابعة نقاط مع الزمالك طبعا لابد أن يتمسك للأحزاء طبعا لأن خد بالك نادي الزمالك برضو لو فرط أو ما عملش حساب المباريات اللي جاية اللي جاية صح لا تبقى مشكلة جاية آه يعني لو تصور إنه خلاص كده فاز بالدالي أو لا 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 إحنا نقول بنسبة كبيرة لأن إحنا شايفين أداء وتفتك عالي وحالة الزمالك وتوفيق نادي الزمالك لازم نعرف برضو أن نادي الزمالك في حاجة مهمة في عدالة في نادي الزمالك ديوقتي العدالة ممكن تديك التوفيق مالبور في حب لبره زي اللي جوه تحس إن اللي بره مش زعلان صحيح الراجل عمل حالا اللعيب اللي بره حتى بتحبه انت فاهمني انت بص النهاردة لما بيجي جون حش زعلان صح لما العيب بيغير حش زعلان صحيح ده كان بيحصل قبل جانته احنا كنا بنشوف نادي الزمالك لحاجة متضايق سوري بنشوت الايسبوكس بنشوت اي حاجة مش عارف تلاقيه مش عارف خارج على قط اللبس على طول صح لا كل ده يحسب للمنظومة مش يحسب لشخص للمنظومة لأن خد بالك لو حد خرج بره المنظومة فبوز المنظومة لكن هم تلاتة مترابطين عارف الفريق ايه كابتن ويل اللي حصل في رأي يعني ولي رأيك رأي يمشي مع رأيك ولا اللي حصل مع طريق حمد وبو جبل واللعبين اللي كانت عايزة تمشي ونمشوا خلاص ما فيش مشكلة ما هو ده برضه مكانش بيحصل في الزمالك طبعا إذا كنت تمسك في اللعب دوت بيدك وسنوة وتقول له خليك معايا طبعا مكننا بنقض هنا نقول يا جماعة اللي عايز يمشي يمشي بالزبط فقدر سأل بقى اللعبين انه لا ما فيش حد كبير على الزمالك فاللي مش هيجيبه هيبقى ده ده طريق حامد يعني في بقى طريق حامد ودي حقيقة محترامي للعيبة دي لعيبة كبيرة طبعا لكن النادي ما بيقفش على حد صح وإلا هرجع نقول تاني وقلنا المثل ده 900 ألف مرة رجع بقى كابتن حسن شحطاو كرفر وجعفر يعني كل جيل وليه وقته صحيح فالدنيا ما بتقفش على العيب ويبقى النادي ويبقى إسم النادي طبعا هو الأهم نتمنى بقى الناس تتعلم صحيح يعني دي نوقات مهمة جدا صحيح كابتن وليتشرفت ونوارتك العادة دايما نحيي بس تمتع جدا بتقويتك معي حبيب ده أنا اللي ببقى سعيد بيوجود معك شكرا كابتن وليك شوف لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل كابتننا الكبير كابتن طارق سليمان نتكلم معاه عن أمور كثيرة جدا فيما يخص حراس المرمى فقرتنا الأسبوعية الدائمة الرائعة مع كابتن طارق بعد هذا الفاصل خليكم معا